السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزات التلميذات أعزائي التلاميذ في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري الفيديو ديال اليوم غادي نتكلم فيه على استدعاءات المترشحات والمترشحين لامتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020 إذن مجموعة من الأكاديميات بدأت في توزيع ديال هذه الاستدعاءات وقررت أنها توزعهم بمجموعة من الطرق غادي نتعرفوها في هذا الفيديو هذا الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بقوم معي إذن بلاغ حول استدعاءات المترشحات والمترشحين لامتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020 هذا البلاغ متعلق كما قلت باستدعاءات المترشحات والمترشحين لامتحانات نيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020 إذن البلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس المركز الجهوي للامتحانات إذن المركز الجهوي للامتحانات بجهة فاس مكناس أصدر بلاغا خاصا باستدعاءات المترشيحات والمترشيحين لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا بالجهة جهة فاس مكناس إذن هذا البلاغ يخص المترشيحين والمترشيحات لامتحانات نيل شهادة الباكالوريا بجهة فاس مكناس إذن قرأوا البلاغ إذن الموضوع كما قلت استدعاءات المترشيحات والمترشيحين إذن استعدادا لتنظيم امتحانات نيل شهادة الباكالوريا دورة 2020 واستحضارا لتدابي الاحترازية المتخدة من أجل وقاية من داء كوفي 19 تنهي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكويل لجهة فاس مكناس إلى علم جميع المترشيحات والمترشيحين لدورة يوليوز 2020 أنه بإمكانهم سحب استدعاءاتهم للشياز الاختبارات من بوابة متمدرس بالنسبة للمترشيحين المتمدرسين وبوابة الترشيحات بالنسبة للمترشيحين الأحرار وذلك عبر الرابطين الثاليين إذن هنا عدنا جزء للروابط الرابط الأول خاص ببوابة متمدرس المتعلق بالمترشيحين الممدرسين والرابط الثاني خاص ببوابة الترشيحات التي تخص المترشيحين الأحرار إذن الاستدعاءات بالنسبة للتلاميذ والتلميذات ديال جهة فاس مكناس يمكن لهم يجبدوهم من هذه البوابة متمدرس بالنسبة للتلاميذ الممدرسين ومن هذه الست هدايا ديال بوابة الترشيحات بالنسبة للمترشيحين والمترشيحات الأحرار تحميل استدعاءات من الرابطين تكونوا باستعمال حسابي تعليم .MA بالنسبة للمترشيحين الممدرسين وحساب ولوج بوابة الترشيحات بالنسبة للمترشيحين الأحرار إذن باش تليشارجي لتحمل هاد الاستدعاءات سوف تدخل بالكونت ديالك ديال تعليم .MA بالنسبة للمترشيحين الممدرسين والحساب ديال بوابة الترشيحات بالنسبة للمترشيحين الأحرار فهم في الحالة ديال ضياع كلمة المرور يمكن للمترشيح والمترشيحة استعادتها من البوابتين المذكورتين في حالة ان كلمة المرور ضعت لك يمكن لك ترجعها انطلاقا من هذا الروابط هذه رابط بوابة المتمدرس بالنسبة للمترشيحين الممدرسين ورابط بوابة الترشيحات بالنسبة للمترشيحين والمترشيحات الأحرى إذن هذا البلاغ يخص فقط المترشيحين والمترشيحات بجهة فاس مكناس بالنسبة لباقي الجهات مني نخرجو دك ساعات موافقكم في فيديو جديد إن شاء الله هاتشي اللي كان عندي في هذا الفيديو شكرا لكم على المتابعة زيدوا دعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس إن أعجبكم المحتوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة